تخزين الطعام بطريقة ذكية هو موضوعنا لليوم مع الاختصاصية في التخزية من مستشفى سبيتاغ نلدى نادر نلدى أهلا فيك مرحبا ميلاد وشكرا على هذا الموضوع يلي مفيد جدا رغم أنه نحن منقول هلأ تخزين الطعام وبالعصر الاستهلاكي اللي صرنا عايشين وما عدنا كتير ننتبه على فعليا أهمية الاعتناء بتخزين الطعام بشكل جيد لماذا اخترتي أصلا هذا الموضوع؟ شو كانت دافع؟ شو اللي حرضك؟ أول شيء شو اللي حرضني هي المنتجة هي أول شغلة ولكن في موضوع أنا كتير بيهمني هو موضوع الاستدامة ونحن ما كتير منفكر فيها بهيدا العصر مثل ما تكلمت ميلاد يلي هي إذا بدكن إذا في أشخاص بيعرفوها باللغة الإنجليزية عنا موضوع اهدار الطعام بالعالم العربي أنا ما كنت عارفة هيدا الموضوع ولكن تقريبا كل شخص مننا بيهدور تقريبا 210 كيلو جرام من الطعام بالسنة فهو تخزين الطعام هو أساس هيدا الموضوع وأيضا مثل ما تكلمت أنه مشان الميزانية تكون الميزانية اللي عنا إياها عم بتضاين لفترة أطول لكن اقتصاديا استدامة توعوية وإنسانية كله هيدا يعني اليوم إذا بدك كان الحافز وراء القيام بهالموضوع بالذات لنبدأ بالنقاط الأساسية ما هي نقاط الأساسية التي يجب أن ننتبه لها عند تخزين الطعام طبعا بعرف أنه هؤلاء النقاط ممكن يكونوا كتير بسيطين بس الأكثرية منها ما منتأكد منها يعني أولا حرارة الثلاجة هل أنت بتتأكد منها؟ لا ولا مرة طبعا لأنه نحن نعرف أنه هيدا الشيء بيكون مثبت وما منتطلع عليه فالحرارة لازم نتأكد أنه هي مثبتة ما بين الحرارة سفر مئويا وأربعة أوكي فهيدا أول شغلة لأنه في كتير أشخاص ممكن يكون على الخمسة أو على الستة فهيدا بيخلي الطعام يكون عم بيخرب بوقت أكثر بوقت أسرح أسرح تاني شغلة هو توضيب الطعام يعني أكثريتنا ممكن أنه نخزن من دون ما نغلق الطعام أو ما نحطهم بأوعية معينة وما نسكر عليها فأغلاق الطعام هو مهم جدا لأنه بيخفف أنه الروائح تكون عم تتأثر وتأخذ من بعض وأيضا بيخلينا نحافظ على الطعام على المواد التهذوي وعلى الرائحة فهولة الأشياء بتأثر علينا أنه نرجع ناخد هيدا الطعام ليوم تاني مش ناكي ممكن فإذا تخزين الطعام بشكل مضبط هو أمر كتير مهم نعم نعم وإياما نكون كتير مستعجلين وما منخزن بشكل صح هلأ اللي بنصح فيه أنه كمان مرة بالأسبوع نتأكد أنه ما فيه طعام عم يخرب داخل السلاجة بعرف أنه هول النقاط كتير بسيطين بس الأكثرية نحنا ما عنا وقت نتأكد منهم وإذا فيه عنا أطعمة موجود فيها مشاكل معينة ألوان متغيرة أفضل شيء أنه نحنا نكون عم نوضبها بأكيس من فردة تعني تخلص منها لأنه إجمالا العفن بينتقل بشكل كتير سريع وحتى بينتقل بالهواء يعني نحنا ما منشوفه وهذا بيأثر على الأطعمة الأخرى يعني إذا كان هذا الطعام يلي فيه عفن دائق بطعام تاني أفضل أنه نتخلص منه ونحطه بأكيس منفردة نعم فهولي الأشياء الأساسية اللي فينا نقدر نسوي خليني أسألك ماذا عن تخزين البيض مثلا؟ فيه ناس بيحتاروا عن كيفية تخزين البيض بطريقة سليمة نعم تقلق شي ميلاد البيض وقتها كنت هم بدرس أنا علوم التغذية عنا مشكلة مع البيض بعض في كتير مدارس بالنسبة للبيض ومنعرف أنه بالثلاجة أكثرياتنا عنا مكان معين للبيض يلي هو بيكون مفتوح وبالأكثرية بيكون على باب الثلاجة ولكن هيدا الوضعية منا هي الوضعية السليمة لكن ليه اليوم بالبردات؟ يعني في البردات هي بتجي في مكان لوضع البيض وما بيكون مسكر بالأكثر هي بيكون مفتوح وقشرة البيضة كتير رقيقة يعني ممكن أنه أي ريحة أي عفان ينتقل من خلال هيدا القشرة لأنه منها سميكة فما بيحميها كفاية الحماية هي بتكون الكرتونة طبع البيض يعني نخلي البيض بقلب الكرتون ونخليه داخل الثلاجة على الرف وليس على البيب طبع الثلاجة هذه معلومة مهمة لأنه غالبيتنا بيستخدمه المكان يلي نحن بنعتبره هيدا معدل البيض صح صح وهيك فيه يكون سليم بنكون عم نحافظ على سلامة التغذية من ثلاث إلى خمس أسابيع تقريبا في ناس بيقوموا بيغسل البيض قبل وضعه بالثلاجة عم بترجعني على أيام الجامعة ميلادي هلا في عندك مثل ما قلت نوعين مدرسة يبدو أن البيض جدلي عامل قصة جدلية بين خبر التغذية لأنه القشر إلنا أنه هو كتير رقيق ممكن إذا غسلناه وكان فيه بكتيريا على وجه البيض ممكن أنه يدخل على الداخل فأول شغلة إذا بدنا نغسله نتفايدا يكون ماء ساخن يكون ماء بارد لأنه هيدا بيخفف من الانتقال من البكتيريا من الخارج إلى الداخل وتانيا منغسله ومنستخدمه بسرعة يعني ما منغسله ومنخليه بالكارتون أو بالتخزين أوكي أوكي طيب هذه معلومة لكي مفيدة طيب هل قبل ما تابع أيضا بالسؤال عن أنواع متعددة هل يختلف الموضوع بمكان تخزين لأنه عم نحكي عن مكان التخزين تخزين الأطعمة بين الرف الأول والرف الثاني والرف الثالث نعم نعم يعني وشو منوضع وين؟ لأنه كمان مهم مثلا اللحوم وين منوضعها الخضار وين منوضعها؟ هلأ بالنسبة للحوم إذا هي نية طبعا لازم تكون على آخر الثلاجة نعم ولأنه منعرف أنه ممكن يكون فيه سوائل عم تنزل منها ولازم نفصل اللحم عن الجيش لأنه هيدا الأساس طبع سلامة التغذية ممكن أنه بكتيريا معينة تنتقل من اللحم الأحمر إلى السمك أو إلى الدجاج فأفضل أنه نكون عم نفصلها وتكون على آخر رف من الثلاجة ولما نكون عم آخر رف من تحت أو من فوق؟ آه من تحت من تحت في الأسفل في الأسفل في الأسفل صح حتى ما يكون السوائل عم تنزل على بقية كمان في عندهم ناس عندهم يعني مرات بفاكل بحطوها بالأعلى منحط الأسهل علينا على أقرب شي لأنا هي لازم تكون بالأسهل ايه صح بكل سراحة هلأ في شهلة تانية هن الأجبان والألبان وين منوضعهم؟ على فكرة أنا تأكدت من المعلومة لما كنت عم حضر كل النقاط لليوم أنا بوضعهم بصراحة بأول رف ولكن هو لازم على آخر رف وبالداخل لأنه الحرارة بتكون أبرد شي بهيد المنطقة لهيدا السبب ممكن كانوا يقولولنا من قبل أنه ما تخلي الإشياء تدقر آخر الثلاجة أو الأفاة طبعا الثلاجة بالرف لأنه هيدا المنطقة كتير باردة ومنعرف أنه القلبان والأجبان هي المدة الصلاحية طبعا بتكون قصيرة بالأخص إذا الجبن نحنا فتحناه حتى ولو خزنناه صح ثلاث لخمسة أيام فهيدا المكان الصح طبعا خضروات مختلفة هل بيختلف كمان وضعها بالثلاجة يعني بين الخضار وبين الفواكه وأيضا لازم يكونوا على نفس الرف الفواكه جيران الخضروات ولا لا فيهم يكونوا جيران بس من فصلين لكن جمالا عننا نحنا الأدراجة اللي بتكون بالثلاجة أفضل أنه يكون درجان يعني درج للفاكهة ودرج للخضار ومنعرف أكثرية إذا بتحط الفاكهة مثلا مع بقية الخضار بتنتبه أنه بيختربوا بسرعة لأنه أنواع الفواكه بتطلع غاز الأسيلين يلي هو بيخلي البكتيريا تتكاثر بشكل أسرع فأفضل أنه نفصلها وأفضل أنه نغسلها قبل ما نكلها يعني فورا بس هي الحياة سريعة فإذا نحنا فصلناه هون وغسلنا الفاكهة قبل بوقت أفضل أنه نكون عم نحافظ على الارتوبة فالثلاجة هي أفضل طب أنا سأعيدك إلى حلقة سابقة معك قلت أنه منغسل الخضار لنحضر اللي تكون سريع هل تنصحي هلأ بمعيار آخر بوضعهم بالتلاجة هل الأفضل نغسلهم أو لا نتركهم بلا غسيل وبس نغسلهم عند الاستعمال إذا ما عنا مشكلة سرعة إذا ما عنا مشكلة سرعة أفضل أنه تكون من دون غسيل بالجرار وطبعا هيدا الجرار نكون عم نغسله تقريبا أسبوعيا لأنه منعرف إذا فيه أي بكتيريا ممكن ينتقل من واحد للتاني فأفضل أنه نغسله على الأقل مرة بالأسبوع نعم نعم طب لنتحدث قليلا عن يلي جبتي لنا يا معي للستوديو أوكي فأنا حبيت اتكلم عن نقاط معينة خلينا نبتدي بالأعشاب أكثريتنا لما نشتري أعشاب يا بيكونوا أعشاب فردية مثلا بتكون مغلفة بكيس أو أو ببوكس إيه إيه صح هو الأفضل إذا هي فردية ننقلها من الورقة لها كاسة بيكون فيها مي ومنخليها بالخارج يعني على الرفوف الخارجية طبعا الثلاجة بالمطبخ هيدا أفضل شيء أفضل أفضل ما نحطها بالتلاجة إيه أفضل إلا إذا عندكم نقطط بالبيت فهيدا غير موضوع أوكي وبالنسبة للطماطم أنا شخصيا كنت دايما نخليها بالثلاجة ولكن طلع هو المعلومة الصح بالنسبة للطعم تنحافظ على الطعم هو أفضل أنه نخليها بالخارج تكون بعلبة مثل هيدا مغلقة هيدا إذا كنا عم نستخدمها ما بين ثلاث لأربعة تيام إذا كان بدنا نخليها بث اللاجة هي ممكن تكون لخمس تيام طبعا بس بنفس الطريقة تكون بعلبة مغلقة ومنغسلها قبل ما نستخدمها بس إذا حبين أنه نحافظ على الطعم والمغذيات لأنه عندنا المضاد الأكساد اللايكوبين هو بيساعد صحة القلب أفضل أنه نخليها بالخارج نعم نقطة البطاطا الأكثرية منفكر أنه البطاطا منخزنها مع البصل ولكن لازم نفصلهم حتى ما يأثروا على البعض بالنسبة للريحة بكل بساطة وما لازم ندخل البطاطا إلى الثلاجة لأنه نوع النشوياتي اللي موجود فيه إذا دخلناه بالثلاجة بينقلب لسكر وبيخلي البطاطا تخترب بشكل أسرع فأفضل شيء أنه تكون بمكان ظلام منغلق وما يكون فيه رتوبة أكي أكي حلقة نادراً لحدا يحض بطاطا بالثلاجة ممكن لما كنت بالجامعة أنا أول ما ابتدت عيش لحال ما فيك تعرف شو منفكر بالسرعة كان نادراً إلى هالحلقة لا لا حالياً محل ظلام يعني بالنسبة للخبز فيه طريقتين للخبز إذا نحن عم نستهلك الخبز بطريقة سريعة الأفضل أنه نخليها بالخارج بمكان مغلق خمانة وإذا نحن ما منستخدم الخبز بسرعة مثل أنا ما بستخدم الخبز بسرعة أفضل شيء أنه نخليها بالفريزر وقبل ما نستخدم الخبز ممكن ندخله مثلاً لثلاثين ثانية إذا عنا توستر أو إذا عنا مايكرويف نستخدمه صح بح أخر ثاني زبلة فولة سودانة نعم ما تخلوه بالثلاجة أبداً لأنه ممكن تخليه بالثلاجة إذا ما عم تستخدمه بشكل سريع بس خارج هو أسهل أنه نقدر ناخده وينملح تكرم شكراً على كل هذه النصائح المفيدة الاقتصاصية في التغذية من مستشفى تسبيتار نيلدا نادر شكراً على كل هذه المعلومات